زيارة إريترية خصوصاً إن الزيارة دي جاية في وقت حساس جداً بسبب الأزمات الإقليمية زي طبعاً أهم أزمة بنتكلم فيها دايماً هي أزمة سد النهضة اللي موجودة الأزمة كمان اللي موجودة في السودان كلها بعض الأمور اللي كانت عجلت بالزيارة اللي نقدر نقول إنها اتأخرت كتير طبعاً كمان مهم إننا نقول إن الزيارة دي كمان عشان تعزيز العلاقات بين كل من مصر وبين إريترية وخصوصاً إننا الفترة اللي فاتت فقدنا جزء كبير جداً من علاقتنا في القارة الأفريقية فأجي الوقت بقى إننا نعزز العلاقات مع دول الجوار في أفريقيا وخصوصاً مع تصاعد النزاع مع أثيوبيا اللي بتدعمه بشكل واضح مليشيات الدعم السريع واللي برضو بيدعم الاتنين وحلفهم هو الإمارات من فترة قريبة جداً كنا طرحنا الحياة هنا في البرنامج نفس السؤال لما تقال إن في طيارات مجهولة الطيارات دي هي اللي ساعدت الجيش السوداني في ضرب مليشيات الدعم السريع وبعدها فجئنا كلنا بمحمد بن زايد موجود في احتفالية القوات المسلحة في نصر أكتوبر مع شكل احتفالي بيه كبير جداً غير مسبوك وما حصلش قبل كده وشفنا مشاهد الحقيقة يعني جرحت كبرياء عدد كبير جداً من المصريين وكرمته طبعاً الإمارات كانت عايزة اللقطة دي عايزة اللقطة دي بأي شكل لأن اللقطة دي بالنسبة لها هي رسالة لإيران عايزة تقول لها أنا ورايا جيش ورايا جيش مصر ولو إيران اتضربت من إسرائيل بمساعدة الإمارات طبعاً طبعاً هنلاقي إن إيران لما هتفكر ترد هتضرب الإمارات هنا بقى يبقى مطلوب من مصر إيه إنها تتدخل وتحمي الإمارات إنها حليف ديها طبعاً ويبقى طبعاً حليف حليف مصر والإمارات وإسرائيل ضد إيران يبقى إحنا كده إنتوا فهمتوا قصدي إحنا الإمارات بتبعث رسالة لإيران أنا مصر ورايا لو فكرت تعملي حاجة ويتحول الموضوع لتحالف مصر والإمارات وإسرائيل ضد إيران لكن في نفس التوقيت تقريباً ودي المفارقة الكوميدية جداً إن حمدتي اتهم مصر إنها بتنصق مع إيران عشان تدعم الجيش السوداني فالحقيقة أنا مش فهمة هي يعني مصر مع إيران والجيش السوداني ضد الدعم السريع والإمارات وإسرائيل في السودان ولا مصر مع الإمارات وإسرائيل ضد إيران في الخليل فالحقيقة يعني تصرحات كلها مش مفهومة كنا إحنا أول اللي نبهنا لخطورة الخطوات اللي بتاخدها أثيوبيا بمساعدة الإمارات طبعاً في منطقة القرن الأفريقي والحديث عن الميناء اللي هي عايزة تعمله بتمويل إماراتي أمينة لأثيوبيا على أرض الصمال الإنفصالية وكويس إن مصر راحت هناك ودعمت حكومة الصمال ووجود مصر كمان النهاردة في إيرتريا وزي ما قلت لكم قبلها في الصمال مهم جداً كرسالة لأثيوبيا يعني ما نقدرش نحدد مدى استخدام القوى العسكرية هناك لكن طبعاً أثيوبيا مش سكتة معها حليفها الإمارات اللي هو حليف النظام برضو وقلنا وبنقرر أن تأتي متأخراً خيراً من أن لا تأتي أبداً وكويس إن النظام لحق يبقى له وجود في إيرتريا وكمان في الصمال وهم اللي اتنين محوطين أثيوبيا وقريبين جداً من جنوب الصمال إحنا لفترة كنا فعلاً فعلاً أهملنا منطقة القرن الأفريقي أهملنا الفترة وأظن الآن الأوان بقى أننا نستعيد وجودنا هناك وحضرنا هناك ونفوذنا يرجع يكون هناك ومسألة تخطي الخلاف السياسي بقى مع النظام وهنا دعم للخطوة دي ده واجب يعني فكرة أننا ندعم النظام في الخطوة دي ده واجب لأنها خطوة مهمة جداً خطوة استراتيجية عشان تعزز النفوذ المصري وتضمن الأمن المائي الحدودي اللي موجود كمان الموضوع مش هيقف على كده لأ هيبقى فيه شرقات قوية في المنطقة عشان تدعم الموقف المصري في عدد كبير من الأضايا الحيوية اللي موجودة في القرن الأفريقي المهم أن وسط كل ده يطلع حامدتي ويتهم مصر أن هي اللي ضربت قوات الدعم السريع وساعدت الجيش السوداني على تحقيق انتصار كبير في الأيام اللي فاتت تعالوا نسمع حامدتي قال إيه بالظبط ونرجع نكمل معاكم السود اللي استشهدوا قدرا وضربوا قدرا من دولة مصر بالطيران المصري الغادر ودي تشبه معركة كرير اللولة اللي هي ضربت يوم 15 للعزل الماشين ناس المفوجين للتحالف أو للسعودية وضربوهم عزل ضربوا الطيران المصري أيضا ولكن سكتنا كثير جدا قلنا جماعة النادي الإصحى ويتراجعوا لكن للأسف الشديد هم يوم متمادين والآن هم خشف المعركة وغير الإيرانيين مشاركنكم بالتدريب والسيارات المهاجر بكل أنواع والآن تحدثت ونحن كل شيء عارفينه وغير الدولة الدعمة أكثر من ستة سبعة دولة هنا عارفينها دعمة دعم لكم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فنحن نقول لأبطال جبل موية اتمن هزمتوا والله والله نحن راضين أنكم كل الرضا اتمن هزمتوا والآن الحمد لله أعدوا تنظيمكم وإن شاء الله سنقود الكرة وبإذن الله زي ما شننا منهم تعالي سنشرنا منهم بإذن الله فأبشروا بالخير وإتمن هزمتوا أن هزمتوا بقوة قاهرة قوة طيران حديث سخوي من كيسة وعشرين بضرب من الساعة ثلاثة لغاية الساعة عشر صباحا ويته ناضلته وقنتهم درس لا ينسوه ماتوا فيهم أو هلكوا فيهم مئات الأشخاص ولكن في النهاية هزمتوا الكتلة غلبت الشجاعة ولكن بإذن الله الترتيب ماشي والعادة التنظيم ماشي وإن شاء الله هنخلها الصعب صائعين إن شاء الله يعني باختصار هنا حمدتي بيتهم مصر إنها هي اللي أرسلت القوات اللي طبعا سعدت الجيش النظامي في السودان وقدروا إنهم يقضوا على مليشيات الدعم السريع اللي موجودة هناك طبعا الخارجية المصرية نافت الاتهمات دي كلها ودعت المجتمع الدولي إن هو يقف على الأدلة اللي تثبت حقيقة اللي ذكروا حمدتي وخلوا بالكم إن دي أول مرة أول مرة بيخرج بيان من مصر وبيوصف حمدتي بإنه قائد مليشيات وطبعا البيان أكد إن مصر ما دعمتش أي طرف ضد الآخر وإن الهدف اللي موجود عند مصر دايما هو استقرار السودان وطبعا ما ينفعش يقوله غير كده عشان نكون متفقين يعني طبعا ما ينفعش يقوله غير كده حمدتي قال كمان إن معركة جبل ميا اللي قدت لتطويق قواته داخل ولاية سنار اتحسمت بسبب قصف الطيران للمصر ومن الواضح طبعا إن في محاولة لتبرير الهزايم اللي اتعرضت لها قوات الدعم السريع وطبعا سهل إن النظام يطلب من حليفه الإماراتي إنه يسكت الصبي بتاعه اللي طبعا يعني اللي منعه يعني مش عارفة الحياة يعني يقدر يقوله يقرس خالص لكن في شوية ملاحظات كده عايزين نقولها على الكلمتين اللي طلع حمدتي وقالهم اللي لسه كنا بنسمعهم دون أول حاجة هو حمدتي ظهر بشكل يعني إيه مرتبك وده كان واضح جدا يعني شوفوه هو بيتكلم واضح جدا الارتباك عليه واضح كمان إنه بيكلمنا من خارج الخرطوم وبيظهر ده في الكلمة اللي قالها من يعني العاصمة الخليجية اللي هو موجود فيها استقرار ومكتب وبتاعه يعني واضح والله أعلم إنه هو في إحدى الدول العربية الداعمة ليه بصورة كبيرة جدا اللي يعني أنا مش عايزة أقوله الإمارات بس احتمال كبير تكون الإمارات الكلام اللي بيقوله كان مسيطر على مفرداته خلاص واحد تقريبا بيعترف بالهزيمة ما بيعترفش بيها بس حاسس بيها ومرارتها دايقها كويس جدا فكل كلماته فيها إحساس بالهزيمة كلمة طبعا فيها تخبط واضح واضح كمان إنه هي دخلت للمونتاج أكتر من مرة عشان تطلع بالشكل ده المعلومات اللي قالها أو اللي قدمها عن الجيش واضح إنه أخدها من جهاز مخابرات إقليمي ربما في البلد اللي بيقولها فيها البيان واضح كمان إن جهاز المخابرات ده ليه مصلحة إنه يرد على اتهامات الجيش للإمارات بإنها بتدعم الدعم السريع اعترف بقتل عناصر فانغر الروسية اللي جانب قوات الدعم السريع لكنه أكد في نفس الوقت تغير الموقف الروسي لدعم البرهان أما بقى معلوماته عن الطيران المصري كانت مرتبكة خصوصا في الجزء اللي تكلم فيه عن مقاتلات السوخي وطبعا السخوي وطبعا جيوا الوصف من الخارجية المصرية في البيان اللي خرج إنه هو قائد ميليشيا ده تصريح يمكن أول مرة يتقال وإذا بيعكس شيء هو بيعكس موقف القاهرة من قياداته الحقيقية التحرك المصري الرسمي لاستعادة وحدة واستقرار السودان خطوة إيجابية خطوة لازم ندعمها وزي ما قلنا في موقف مصر من الصومال وزي ما قلنا في موقف مصر دلوقتي من إريتريا أحد أسباب دعم الإمارات وأثيوبيا لحمدتي هو إنهم مستنيين منه إنه يرد الجميل ليهم عند لما يتولى الحكم من خلال طبعا فكرة الاتفاق الإطاري اللي ممكن يكون بينه وبين الجيش السوداني واللي طبعا بيرفضه الجيش السوداني واللي موقفه موقف الجيش السوداني بيتقارب جدا مع موقف مصر والجيش المصري الإمارات بتاخد نصبها تاخد نصبها بشكل سريع يعني هي ما بتستناش الحقيقة تاخد نصبها من الغنايم اللي بيحققها الدعم السريع سواء في مناجم الدهب اللي موجودة في السودان وطبعا فيه تقارير طلعت وبتشير إلى إن الإمارات بتورد كميات بيتورد ليها كميات كبيرة جدا من الدهب وده بيفصر لنا كمان دعم نجيب ساويرس لحمدتي ما هو ساويرس بقى واحد من كبار المستثمرين في مجال الدهب وخرجوا أعلنها أكتر من مرة إنه بيدعم حمدتي بشكل واضح في هذا الموضوع الخلاصة مصر بدأت تحط رجليها مرة تاني وبقوة في منطقة القارن الأفريقية مصر بتحاول تستعيد نفوزها وصلحياتها وسلطتها في القارة الأفريقية كل ده إحنا معاه ومش ضده وبندعمه وده واجب زي ما كنا في يوم من الأيام بننتقد تراجع دورنا من القارن الأفريقي تراجع السيادة المصرية من القارة الأفريقية وغيره وغيره النهاردة لما مصر بتاخد خطوة إيجابية لازم كلنا نقول إنها خطوة إيجابية موسيقى